موضوع جدري الأرود خلينا نتفق أن ما حدث في موضوع الكورونا أو الكوفيد كان أمر جلل على مستوى العالم الناس كلها اتعراضت لخداع كبير كل الناس تريد تاخدوا الفاكسينات في مرحلة من المراحل وبعد كده فوجئنا أن شركات الأدوية نفسها بتعلن أن الفاكسينات هي مضرة وأن لها أثار جانبا وده راجع لأن هم استعجلوا جدا في طرح الفاكسين ويكفي أن رئيس شركة فايزر لما طلعوا وتكلم قال إحنا نفذنا اللي أمريكا عايزاه وهناك شركات أخرى أعلنت بالفعل أن الفاكسينات اللي الناس خدتها ليها أضرار ومبدئيا لما كنت بتكلم أن هناك فيروس قادم هو ده ما يعتبرش تنبؤ لأننا ضد من يتنبؤوا ضد هذه الأمور ولكنها قراءة حقيقية للمشهد الموجود قدامنا لأن اللي هم عملوه في موضوع الكوفيد كان كافي جدا أنه هو يكمل سلسلة مع العالم كله بطرح عدد آخر من الفيروسات وللعلم هي الناس الآن من موضوع جدري الأرود أنا شايف برضو أنه مش هو ده بس اللي هيكون النهاية للأسف أنا شايف أن ده خطوة أو جزء من كل لسه هيبقى ظهر الفترة الجاية هم مين يا دكتور اللي بقولوا بص العصفورة أهي مين اللي عايز يليه الناس اللي نشروا الكوفيد على مستوى العالم نفس الأشخاص طبعا هو نفس اللي استفادوا من مليارات من خلال الفاكسينات اللي تم طرحها هم اللي استفادوا من الناس كلها تبقى قاعدة في بيوتها لفترات طويلة هم اللي استفادوا بإصابة العالم بالشلل التام في مرحلة الكورونا الجيم كان حلو بالنسبة لهم اشتركوا في القناة